مسعود بسشكيان إن طهران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب والأزمة في المنطقة وضف خلال استقباله أمين السر مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويغو إن إسرائيل ستتلقى الرد على جرائمها وغطرستها حتماً وفق تعبيره بدوره قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إسرائيل ستدفن في الحفر التي صنعتها تدريجياً وإنها ستفهم ذلك حين تتلقى رداً قاسياً على حساباتها الخاطئة وأخيرها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية عندما تتلقى إسرائيل رداً محكماً ستفهم أنها ارتكبت خطأاً كبيراً تائماً ما تخطي إسرائيل في حساباتها هذه المرة فعلت ذلك أيضاً وستتلقى الرد ولكن متى وكيف وأين إجابتنا الآن مبهمة من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن جميع الدلائل والقرائن تؤكد أن إسرائيل تقف وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وضف كنعاني في مؤتمر صحفي أن بلاده لن تتردد في تأديب إسرائيل دون أن يحق لأحد أن يعترض على حق إيران في الدفاع عن سيادتها كل القرائن والدلائل تؤكد أن الكيان الصهيوني يقف وراء اغتيال هنية في طهران والجمهورية الإسلامية لن تتردد في تأديب الكيان الغاصب على جريمته لم يحق لأحد أن يمنع إيران من الرد دفاعا عن سيادتها